ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان لازم تاخد الإذن الأول قبل ما تخطي جغل البلد وانت يا ستنعيمة طالما نزلت البلد كان لازم تزورينا ولا إيه؟ ولا إحنا خلاص ما عدناش على بالك وحجك اللي كنت هتموت عليه وجاي عشانه خلاص ما عدنش يهمك والله يا حسن كنت عايز أزوركه بس مشغوليات بقى حرام اللي يحلف بالله كذب يتشوف نرجوهنم أنا مش هفوت اللي إنت عملته ده يا حسن نجلك إن عايزك تفوته بالعكس ده أنا عايز الدنيا تسخن زي الجيم اللي بنلعب أنا وإنت كل ما تكون الدنيا سخنة كل ما لقى بيحلوه أنا أنا مش فاهم إنت هتستفيد إيه من اللي إنت بتعمله ده ولا حاجة كل الموضوع إني عايز أعرفك حجمك لأن الديت إنت النفس الجيمة أكتر من اللازم وبعد كده لما تقصت خط جوه البلد تستأذي تفاهم؟ خدوه أخدوه إيه؟ هذا فين؟ إيهوا؟ بحشتين يا مرتبوش ونوع ضييف عندي ونيني طيب مني أبو علي عملتوا إيه؟ لا 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 بالرقع عليه شوية لا ما تعلقهوش أنا عايز أعرف حجمه مش أكتر واحدة واحدة ماشي حبيبي أشوف الجرائب مع السلامة أبو علي المترجم للخدمة أشوف أصدقائي مالت أخير يوم يوم النقل في العائلة أولاد المترجم للقضي يوم نحاعدتي يوم المترجم للغاية يوم مجال يوم عمالة بس تغيلي بيتي وجوزي ومصدعاني بكلام كبير كده مالوش اي تلاتة لازمة وفي الاخر سايبة بيتك وعدالي هنا انتوا كنت سألت علي ولا عبرتني طب يلا نمشي من هنا يلا لا انا هبايت هنا النهاردة ليه بقى ان شاء الله من غير ليه كده عندي اكتئاب ما عايز اش اشوف حاج ماشي يا شمس بس خليكي فاكرة ان انت اللي بتجيب الهم والغم والنكد كله صدق انا ما شفتش نكد في حياتي غير لما اتجوزتك اه والله انت مفيش فايدة فيك على فكرة مفيش حاجة عيدلة تعمليها غير لما لازم في الاخر تفتيميها بغباوة نفسي مرة شوفلك حاجة كويسة انت عامل زي القطط تاكل وتنكر بيقولك ايه امشي روح لمروان توقب تحت رجله من النجمة لاحسن يرميك في الشارع ومتلاقيش تاكل يا مسكين برافو لا حقي برافو والله وطلق لك سوتو بيتي بتاعرفي تتكلمي واتهددي كمان طب يروعك بقى انا هروح لمروان فعلا بس عشان اقوله على حاجة واحدة بس اخلصوا نولوني الولاة عايز اولي عرومة حالها ماتجول كريمة وبناتها اللي عاديين في بيته متمرمغين في عزه وبنتها اللي هي امراضه اللي كل ما يشوفها قلبه يرفرف من جوا كده طب هي اللي قاتلت فريدة امراضه تصدق انك عايز حش رجبتك وجص لسانك قصم بالله هو ده اللي حصل لا ومش كده وبس ده فيه انقع بيت اللي اسمعها سينة اللي مرميها في السجن دي والولياء اللي اسمعها زينات اللي نظرها راح الكريمة هي اللي متفق معاهم على خطف ابن حسن انا هوديكو كلكو في داية انا هنراح فيه رايح اقلب الدنيا على راسك وراس عيلتك واحد واحد ما كل واحد لازم يعرف حقيقته انتو فاكرينها ايه يا سايبة انت فاكرة يا بيت ان انا هتجيت منك من شوية ولا تكونيش فاكرة ان ارجعتلي الغصب عني انا رجعتلك عشان حاجة واحدة بس اللي في بطلك انما العيلة دينا ما يشرفنيش اقعد فيها يوم واحد بس انت الغل والحقد والطمع عليك الغل والحقد دينا اتعلمتهم منكو ده انتو معلمين شكراك لوحدك قلت بات معاك مالكو متعركين ولاي مفيش ياما بس فاتحي دماغو جايباش مال ومحتاج عدلة هم هم ما هو طول عمرو دماغو شمال بلك انت بعد عملتك وجوازك من مفيدة كان لك شجاعات في البلد بس احنا قلنا معلش عشان حطر البت الغلبانة داي وغمضنا عن هنا اوه وطرها هتغمض يعنيك برضو لما تعرف اني كريمة هي اللي قاتلت فريدة ابنها الكلام اللي بتقوله ده يخري ببيوت واتطير فيه رجاب انت شايف الدنيا مش ناكسا موهانا مش هسيب ماروان كده على عمان الراجل لازم يعرف لازم يرتاح الراجل من ساعة ما امراته ما ماتت وهو هيموت عايز يعرف مين اللي قتلها وقتلها مش هيصدجك عشان ماروان عاجل ايه ده يا فتحي ده اللي بيلاجي حيط الدريه بيقول الحمد لله يا راجل ده انت عايش وسط اكبر عيلة في البلد وعشان اكبر عيلة في البلد ما ينفعش كبير هيفضل كده على عمان وعشان انت كمان تعرف ان انت متجوزة وانضف واحد في العيلة دي انت واحد بالعيلة دي يا فتحي عيب يعني لو عينك شافت حاجة حفشة اتدور والشك بتعمل روحك مش شايف ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ كل واحد في العيلة دي لازم يعرف حاجة وانا مش هيقول حاجة غلط لا سمح الله انا اقول اللي شفته مش هتجيبها البر ايه؟ 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 انت تزكت خالص وتكفي الخشمك لا مش هزكت انا بقى عايز مراني يقتلها ويخش السجن ويتعلق لكو كده على حبل المشنقة عشان الكبير اللي انتم صدقين بيه ده تشوفو جسة قدامكو كده انت مش هتطلع من اهني يا فاتح بيدي عني يا بيت بدل ما خلص عليك ايه؟ ايه؟ فاتح ايه؟ الكلام اخدوا عطى حبيبي لا عطى بقى ولا عطية الكلام خلص خلاص